ما الذي يمنعنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر فيكون كصيام الدهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ليس بالشيء الكثير وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ولأبي هريرة رضي الله عنهما صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن توتر قبل أن تنام وأن تصلي ركعتي الضحى رأيتم الصيام سهل الله الحمد والمنى فما المانع أن نعود أنفسنا أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر ومن زاد فهو على خير عظيم ومن اكتفى بالثلاثة فهو أيضا على خير عظيم فرصة أن نبدأ صلتنا مع الله تبارك وتعالى في الصيام في هذا الشهر أن نعود هذه النفس على أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثلاثة أيام من كل شهر أن نعود هذه النفس على أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر